اليوم سوف نتعرف على طريقة كيف يتيح المشكلة الإيموجي على تطبيقك الخاص يوتيوب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للوحدة عن تطبيق يوتيوب وبعدها سوف تقوم بالضغط عليه لأتي إلى نافذة معلومات التطبيق هنا تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم نقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين لأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا لكم قد انتهينا من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر